فإذن لما هنا الإصابات بتبقى كثير قوي عددا لكن سبحان الله يعني الحمد لله حتى الآن مارسد عن قدرة هذا الفيروس إنه هو بأعراضه تشابه كثيرا أعراض الانفلوانزة المسلمية وطبعا إحنا في موسم الانفلوانزة المسلمية فهناك خلط بالاتنين وده بيبرز أيضا الزيادة في عدد الحالات المزدوجة مش مزدوجة الإصابة اللي عندها ويوسم في الوانزة واللي عنده إصابات كورونا أيضا من حسن الحظ إن لحد الآن إصابات الجهاز الترافوسي السفلي اللي هي رئتين يعني بالذات أقل بكتير من الحالات السابقة فده الموقف الوبائي وعشان كلا كانت توجهة سيدة الرئيس إنه إحنا وطبعا أيضا مجلس الوزراء البارح قد تعريمات بهذا إنه إحنا لازم نتبع ونؤكد ونلتزم بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية خوفا من زيادة الانتشار وينكم أيضا فيه خاصية أخرى يمكن نرصدناها أيضا في الموجة الرابعة إن الإصابات بتبقى في صورة إصابات عائلية أو أسرية يعني واحد ييجي عنده الفيروس يقش البيت أو يعود في اجتماع عائلي أو اجتماع عام ينشر هذا الفيروس نبص إلا إيه فجأة مسلسل الأسرة كلها بتصاب بهذا الفيروس على مستوى الوالد والوالدة والجد والجدة وحتى الأطفال بيصابوا طبعا فإذا هناك انتشار لهذا الفيروس فدي برحلة محتاجة مننا كلنا نتكاتف بحيث أننا نلتزم تماما وزي محراتك قلته في الأخبار وفي الرصد يعني مشارات ساتة رئيس مبارح اتكلمته على التوجهات في عسية الرئيس بأننا تأكيد بشدة على كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في الأماكن العامة الأماكن الحكومية الأماكن التعاون مع الجماهير وأيضا مؤسسات الدراسة سواء في التعليم قبل الجامعة والجامعة عندنا 25 مليون طالب وتلميس في الجامعات والمؤسسات الدراسية الأخرى عندنا طبعا عدد ضخف جدا من السادة العضائي التدريس والعاملين والمدرسين فدي فئة كبيرة جدا وينكي بزي ما قلت من لحظات المشكلة هنا أن الإصابة الميز أو إصابة طالب وينتقل إلى البيت هنا للعدوى للأسرة كلها لا ومرحوظ كمان يا فندم أنه هذا المتحور بيصيب الأطفال بشكل كبير كمان يعني الأول كورونا كانوا كنا من نتحدث أنه إصابة الأطفال يعني ضئيلة جدا وفي نطاق محدود جدا دلوقتي لا بالعكس بتشوف أطفال كتير مصابة بالمتحور الجديد نحن لهم أعراض يعني صحيح يمكن في الأول أو في المتحورات السابقة في المسلسل المتكرم بتاع المتحورات يعني المتوقع أن كان ممكن أطار يصابوا ولا تظهر عليهم أعراض مرضية نفس الشيء بالنسبة للشباب كان ممكن يصابوا ولا تظهر عليهم أعراض مرضية أو أعراض بسيطة إنما حاليا بدأ مجموعة من الأطفال صغر السن يظهر عليهم أعراض يعني مرضية سواء حرارة أو إصابات في الجهاز التنفسي العلوي أو السفري فهذه نقطة مهمة